اي علاقة حب بتعدي بكذا مرحلة زي اي حاجة في عياتنا والحب ليه مراحل ستة عشان نبقى مختلفين عن الفيلم هم هيبتة احنا ستة رقم ستة ده عجيب قوي اول مرحلة هي بداية التعرف واللي بنسميها التصبيت او الدهلكة بساعات نقول عليها السأساء لمية انت بجد عصوم احنا شغالين مع بعض بقالنا خمس سنين في نفس المكتب لا معلش ازبتي لي ان انت بجد ازاي خم المرحلة التانية وهي مرحلة الحلم او اللي بنسميها على وش القفص واحنا اتخلقنا البعض ومش اسمح للعالم يقف وساط حبنا عالم ايه اللي هيقف وساطك يا حبيبي في المرحلة دي بقى بيبقى الدلع كله ده بديل اهتمام حب روح للناس يا حب يا بني يا ادم ده ايه اللي انت عملته ده ازاي تحطي لها الشاي بالشكل ده تحطي لها كباية الشاي وانت مبتسم لم يا دي ملاك ملاك مش بشر زي انا وانت معلش يا حبيبي محدش عارف امتك زي لم يا في كان ملف مرميه على الارض تعالي لميهم حاضر يا فنة بحالة لا يا فنة لم يا مش مجرد حد بيلمي الملفات من على الارض لم يا احسن حدي في الشركة دي بيلمي الملفات من على الارض يلا يا لامي يلا حبيبي روحي لمي الملفات من على الارض وسيبيلي كباية الشاي دي انا هشربها بعد فترة من التلزيق ده بتبدأ المرحلة التالتة وهي مرحلة الحقيقة ودي بتبدأ بالتعاون فحبيبتك بتتحول لمدام عفاف عادي وكأنكم متجوزين من تسع سنين ألو؟ ايوة يا لامي رنتي خمسين مرة وكانسلت ايه؟ في ايه؟ انت بتردش على ليه؟ في الشغل قطع نفسي في الشغل؟ انت بتجدب يا حفوم انا عمرك ديبت عليكي ايوة كدبت كتير ولا زهات بسمعيني بس انا عمرك ديبت عليكي مش هاسمع حاجة بس هاتة منك طبق فلي عشان عملي شغل كتير ليقفلي مش والذي كان في المرحلة اللي فاتت صبر الرجاعي وبيتحدى العالم كله مش قادر يتحدى صورة واحدة على فيسبوك لابسة هوتشورت وهنا بيكون الدرب في العلاقة مفك خلاص كده؟ مفيش امل؟ لا فيه؟ دي حاجة بصالحك بيها خربها علشان خاطري علشان خاطر علشان تعرف بس إني بحبك هم новые حلوى انت اللي عاملها؟ اوه مام اللي عاملها ولا ، تعتقد اننا مرتبطين؟ اوه وانا حكيت لها عنك هاتعرف؟ ببا كمان عايزة يشوفك اصلى مستنيينك يوم جمعة ايه.. ايه رأيك يا حبيبي انا عارفة انك هتفرح بالكلام ده عثوم عثوم وهنا بنروح للمرحلة الخامسة الفركشة وفي المرحلة دي بيبقى فكك من كل اللي فات اركان لي بقى الحب على جنب خالص والعشرة والعيش والملح احنا بنفركش دلوقتي خد بقى قلة ايهانة شتيمة بالام ضرب تحت الحزام وفوق الحزام وضرب بتوكة الحزام احيانا وهنا نوصل لاخر مرحلة انك تكون اكس ودي مرحلة تلقيح الكلام وبوستات فيسبوك من بتاعت مش هتتعلم غير لما تعرف ناس رمم هاشتاج مقصودة بتكتب الكلام الزبالة ده هي كل يوم وبتقيش فترة طاولة على النبر العفش ده اما هو بقى فبيبقى يا صامر يا صامر ابص الروح عفاك هلاحظي لانك بنت ايوا يا حبيبتي اجيب فين وانا جاي يا سخفتنا اشتركوا في القناة